اهتمت جل المواقع الإخبارية والجرائد العربية والعالمية لنهر اليوم بالانتخابات التشرعية في الجزائر وكل على طريقتها عبرت عن هذا الحدث موقع العربية دوت نت عنوان الجزائر تنتخب برلمانها ومخاوف من عزوف عن المشاركة وأوردت في مقالها اتجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلين في المجلس الشعبي الوطني وسط مخاوف من عزوف عن المشاركة إذ يبقى هاجس المشاركة الرهانة الحقيقية لهذه العملية البي بي سي تسألت هل تستطيع أحزاب المعارضة قلب ميزان القوى وكتبته تأمل المعارضة بكل أطيافها المختلفة في أن تحدث المفاجأة في هذه الانتخابات علها تعيد رسم المشهد الحزبي والسياسي في البلاد أما أورو نيوز فعلقت على الانتخابات بموضوع تحت عنوان انتخابات الجزائر عرص ديمقراطي ولا تغيير في المدعوين وكتبت يتوقع الخبراء في الجزائر أن لا تغير هذه الانتخابات الخارطة السياسية في البلاد حيث من المنتظر أن يحصل حزب جبهة التحرير الوطني على غالبية الأصوات هاف بوست عربي أدرج مقال تحت عنوان الجزائريون غير مهتمين بالانتخابات التشرعية وجاء في المقال رصدت العديد من التقارير الإعلامية علامات لمبالات وعدم الاهتمام بالانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها الخميس وذلك بسبب الصورة السلبية التي تكونت حول البرلمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر